الخبر الأول اللي عادنا عن مريانا وفضيحتها وردها على هاي الفضيحة فمريانا نزلت بحسابها بالإنستغرام وهذا الستوري اللي كانت كأنه بملهة أو بحفلة فالسبب هذا الفيديو بضجة كبيرة بالسوشيل ميديا وقرروا أنه يتجمون عليها وخاصة متابعيها بالإنستغرام فقررت مريانا أنه تطلع وترد على هذه الاتهامات بحسابها بالإنستغرام فنزلت شوية استوريات وتوضح بها الموضوع اللي هو هذا السؤال مبارحة كنتي بكزينو أنتي وأختك واحد يسألها فردت على هذا السؤال أول شغلة هذا مكزينو تاني شغلة هاي اللقطة من الفيديو بكرة على اليوتيوب وثالث شي هل الكزينوية اللي عم تحكي عنه فيه أطفال وكمان هل شي رح يكون مواضح بالفيديو فكننا خلينا ننطور فيديو باشر ونار في الحقيقة وصراحة وجهة نظري جيدة أنه طلعت ورحة الموضوع لأنه كهواية صراحة أطفال يتابعوها الخبر الثاني اللي عدنا عن نور مار وأغنيته الجديدة فنور نزل بحساب الانستجرام شوية استوريات يطلب بيها من الجلادين أنه يفجرون الأغنية مالتاق وكل الناس عمود يعرفون أنه باشر لح تنزل الساعة بالأربعة شوفوا الاستوريات حاليا كل اللي بدي منكن أنه من هلأ لبكرة تم تنزلوا استوريات وتشاركوا بكل مكان ونور رح ينزل غنية بكرة الساعة أربعة إلا دايتين أقول لهم السعار مانتو بس أنا دايتين متابعين الأصليين كتير في الله يتجلادين انطلقوا وفجروا ونشروا هذا الخبر بكل مكان على موت باتشري تفجر الأغنية الخبر الثالث اللي عدنا عن ماريانا وردها على ياسو ريدر فبعد ما ريدر نزل ديستراك كرنافالي واللي قصف بهواية جبهات ومنهم جبهة ماريانا فماريانا نزلت بحسابها لإنستجرام وردت على هذا الموضوع وهذا الستوري اللي شخصي قلها أغنية كذا كذا تقصفك هل لازم تقصفيه؟ فردت ماريانا خيله أعطي من وقتي وأقصفه مو مستهلة حياتي هوك يا حبيبي غير تقول ماريانا على اساس اللي حتكستر الساحب أغنيتها علي كلين ماريانا ما زلنا منتظرين أغنية جديدة كتبونا بالكومنتاج شو رأيكم هذا الخبر وبس والله هنا وصل نهاية المقطع اتمنى مقطع إجابكم لا تسووا تحطون لايك وتشتركون بالقناة اشتركوا في القناة ومع السلامة